سوف نقوم الآن بشرح شاشة بيانات المخازن في برنامج المحاسبة الأول يتم الدخول إليها من قائمة العمليات بيانات المخازن نستطيع من هذه الشاشة إدخال أرقام وأسماء المخازن التي تمتلكها المنشأة مثلا المخزن الأول المخزن الثاني المخزن الرئيسي مخزن البيع مخزن المعرض وغير من المخازن يتم استخدام الشاشة بطريقة تل ضغط على زر الإضافة تخل رقم المخزن مثلا اسم المخزن مثلا مخزن المعرض مكانه مثلا صنعك مثال تلفون المخزن مثلا رقم الفاكس في حالة توجد رقم فاكس في حالة فقط أن هذا المخزن للتخزين فقط لا نسمح من الإخراج منه أو البيع نقوم بالتعشر على إيش للتخزين فقط أما إذا أردنا أن نقوم بعمل التخزين والبيع لا نؤشر على هذا المخزن الخيار ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإضافة مخزن ثاني مثلا المخزن الرئيسي مكان المخزن مثلا صنعاء شارع حدا كمثال التلفون رقم الفاكس ثم نقوم بعملية الحفظ ملياجي أن نسترض جميع المخازن التي قم بإضافة نقوم بالضغط على زر العرض سوف تظهر هذه المخازن عندما نقوم بعملية البيع أو الشراء شكرا سوف تظهر هذه المخزنة